تعدى أبو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين إلى تذليل الإمكانات الإدارية والفنية والبشرية لتحقيق الأهداف المرجوة التي يتبناها البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية بشكل ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء الداعية إلى ضرورة الاستثمار بالعنصر البحريني وجعله الخيار الأمثل في شغل العديد من الوظائف النوعية ذات القيمة المضافة استكمالا لتلك المساعي الحكومية الجادة المتوجهة نحو إتمام الأهداف الوطنية الشاملة التي يتبنى البرنامج الوطني للتوظيف تحقيقها على الوجه الأكمل بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على مساعدتهم بالحصول على فرصة عمل تتناسب وحجم مؤهلاتهم العلمية والعملية وتتطابق مع طبيعة اختصاصاتهم الأكاديمية التي يتطلبها سوق العمل يعني لو لا هاي البرنامج لكنت مثل يمكن باقي وناس وايد أن صحب التوظيف خصة في هاي الفترة اللي العالم كله يمر فيها قلة الوظائف قلة البيزنس قلة الأمور هذي فالحمد لله اللي أنا شفت في البرنامج هذي بسرعة التوظيف توظفته بوظيفة ممتازة ومنصب ما احترام ساعد البرنامج أن يوظفني في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه الظروف نشكر القائمين على هذا البرنامج ونشكر القيادة الرشيدة سهلت علينا أمور كثيرة كباحثة عن عمل والحمد لله توظفت في وظيفة لبي طموحي هذه الوظيفة حصلت عليها بامتيازات جدا ممتازة ولله الحمد طبعا هذه المشاركة يعني أشيد في دور وزارة العمل وتنمية الاجتماعية في هذا البرنامج الذي يساهم في خلق وظائف مواطنين البحرينيين ما يساهم أيضا في إثبات وجود الشاب البحريني وتعزيز إمكانياته وقدراته العديد من المزايا سيتم الاستفادة منها تلك التي يمنحها البرنامج للمنشآت والشركات خاصة ما يتعلق منها بالتدريب ودعم أجور الموظفين البحرينيين لمدة ثلاث سنوات ولجميع المؤهلات إلى جانبي تلك المبادرات التي يطرحها مستهدفا أصحاب العمل لتشجيعهم على استقطاب الكفاءات الوطنية لضمهم والتحاقهم بالعمل داخل قطاعات مؤسساتهم الإنتاجية المتنوعة الوضع اللي احنا فيه استفادة خلنا نقول 90% بتوظيف العمال البحرينية من كل الجنسين وناث ورجال عطاننا يعني لمت ما شاء الله إلى خلنا نقول 90% بالبيئة نفس الشيء والتوظيف صار عندنا جدا كنسبة بحرينية الوزارة ما قصرت ويانا وفرت لنا مجموعة من السيرة الذاتية لمجموعة من الدكاترا والموظفين الخصائيين في المركز واستفدنا طبعا من خلال الدعم المادي لتوظيف الكوادر البحرينية في المركز المشروع الذي تحقق المراد منه في نسخته الأولى ها هو يرفع سقف المطلوب لإنفاذه في طبعته الثانية إذ من المتوقع أن يتكفل البرنامج الوطني للتوظيف بتوفير 25 ألف وظيفة خلال العام الجاري مستندا على رجع الصدى الذي ستحدثه رسائله الإعلامية عند أطراف الإنتاج لإنجاح المبتغى المطلوب وتحقيق الأهداف التي أنشئ البرنامج من أجلها إن إدماج المواطنين في سوق العمل عبر تأمينهم بوظائف نوعية بقيمتها المضافة يبشر بتكوين بيئة نشطة يسهل معها الإنتاج تضم أرضية خصبة قادرة على جذب الاستثمارات الجالبة لمزيد من الشواغر الوظيفية التي تزيد من حيوية محرك الاقتصاد الوطني لتلفزيون البحرين محمد رشادات محمد رشادات